ولسه مكملين مع الكابتن محمد براكات وآخر فقرة لينا وهي تشكيلة المفروض فقرتنا هنعمل هنوري لك صور ونعمل فيهم فريق تمام تمام يعني أنا بختار تشكيلة آه بالضبط تشكيل فريق ماشي أوكي يلا بينا ماشي يلا مركز حارس المرمى محمد رمضان ولا محمد إمام محمد إمام ليه ليه محمد إمام أصلا توقعت محمد رمضان لا محمد رمضان بحبه جدا ولكن لا محمد رمضان مدام انت بتسأليني في حراسة مرمى لا محمد رمضان ده يلعب يلعب بسلا الراس حاربة يهد المدافعين وكده يعودوا يخبطوا في بعض والحاجات ديت إنما حرس مرمى لا محمد ده يصد اللجوال محمد رمضان محمد إمام محمد إمام مركز قلب دفاع عايزة تبعوف ولا حسين فاهمي لا يعني لا حسين فاهمي حسين فاهمي حسين فاهمي برضو يوقف ويدافع وكده عايزة تبعوف ممكن يبقى لو كان موجود في نص الملعب وهو اللي يدير الدنيا وهو اللي يحرك يمين وشمال وكده كان يبقى أفضل لقلب دفاع أستاذ حسين فاهمي ناخد الأستاذ حسين فاهمي اللي بعده مركز قلب دفاع بيومي فؤاد ولا أكرم حسني صعبة دي ولا إيه لا يعني هختار أكرم حسني لأن بيومي أكيد مش هيبقى فاضي في متشاط كتير يجي يلعب لأن حيبقى عنده تمثيليات وأفلام كتير وحاجات كده فمش هيسعبنا في المتشاط هنا أكرم حسني مضمون وعلى قد إيدينا مثلا ماشي أكرم حسني مركز ظهير أيمن ياسمين صبري ولا درة لا درة درة؟ شمانا بقى درة؟ مش عشان حاجة طبعا المالاتنين موستدات جمدين جدا ولكن يمكن أنا يعني درة أعرفها يعني معرفة شخصية وكنت شفتها مرة أو مرتين قبل كده وكانت شرفتني في أحد البرامج اللي كنت بقدمها يعني فاختار درة درة خلاص درة معينا الظهير الأيمن الظهير أيسر نانسي عجرم ولا إليسا طبعا برضو يعني الاتنين الواحد بيسمع لهم بس يعني خليني أختار نانسي عجرم قولي بقى ليه هو يعني هل المركز ده محتاج حاجة شبه شخصية نانسي عجرم ولا إحنا بيعني إيه كده؟ لا والله ده اختاراتك أنا حاسيت ما عرفش ليه حاسيتها باركة كده ما حاسيتهاش بقى أثبت حاجات دي بتاعيد كنت مش نانسي عجرم حبيت قلبي مركز جناح يمين نرمين الفئي ولا ليلة علوية؟ يعني خلينا نقول ليلة علوي ليلة علوي هل مركز جناح يمين برضو أنا أسألك يعني يعني هو أنت بتختارها أي كده ولا أنا مثلا في صفات في ليلة علوي بتحس إنها نفع في المركز؟ اللي هو بتاع الإعداد اللي هو اللحظة الممثلات صح؟ هو اللحظة الممثلات لكن هي مش وجد جماعة ينفع كده يا جماعة ليلة علوي جناح يسار أهو رمضان البرنس ولا أحمد عدوية؟ لا يعني طبعا أنا رمضان البرنس حتى أنا حافظ أغني كلها وحتى ما كنت تلقى قبل كده غنيت له وأنا وساعد يعني وعلى طول بجزء غنيت له قبل كده؟ هم ليه بس أختار طبعا لا أختار أحمد أحمد عدوية طبعا تقوليني حاجة غنيت هالو لا لا حتة حتة صغير أحمد عدوية أختار أحمد عدوية لأنه كان ملك اللي أغنيه الشعبية خلط أحمد عدوية مش مش ه يعني إيه مش هضغط عليك يبقى أحمد عدوية وسط الملعب مصطفى خاطر ولا علي ربيع وليه؟ وسط الملعب مصطفى خاطر ولا علي ربيع ده اختيار اختيار صعب جدا بس أنا بصي أنا هختار علي ربيع على فاكر قلبي كان حاسس أنا هختار علي ربيع عشان اللي ستايل اللي هو عامله دوت بس كده؟ بس يعني عشان اللي ستايل دوت هتلاقي في نص الملعب كده إيه باين وكده إنما خاطر حاجة تحفى وعلي ربيع حاجة تحفى وبيبسطونا بصراحة وإحنا عادينا نفترج عليه كوميديا جميلة كده إحنا مركز برضو وسط الملعب محمد فؤاد ولا عمر دياب ما حفظ الألقاب طبعا محمد فؤاد طبعا معروف فوقش من البلد الجدع صاحب صاحبه وفي نفس الوقت عمر دياب الهضبة يعني اختيار صعب جدا جدا لإن أنا بالنسبة لي يعني ممكن عمر أكيد جمهوره كبير قوي ومحمد فؤاد طبعا برضو جمهوره كبير قوي لازم هنختار طبعا يبقى وسط الملعب عمر دياب برضو المهاجم أمير كرارة ولا أحمد السقق طيب ده برضو اختيار زي اللي فات برضو صعب جدا ألا احنا هنا بنلعبش أه ده هنا صعب جدا السقق وأمير لا يعني في صراحة أمير جامد والسقق جامد بس يعني أنا أخدها بالكابتنة بقى أنا أخدها بالكابتنة بقى ماشي فهي الكابتنة هتقولي السقق 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 أحمد السقق مركز المهاجم مركز المهاجم برضو محمد هنيدي ولا أحمد حلمي هنيدي ولا حلم أنتو اختياراتكو صعبة جدا أصلا على فكرة المثالي دي أصعب حاجة ممكن تكون معدت أه 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 فعلا والإثنين بنحبوهم قوي يعني محبوبين جدا في الكوميديا جدا إثنين أصلا يعني من الأساطير أنت ما بتيجي بتقولي مثلا بتسيجي تسمي ممثلين فأنت معروف هتقولي يا حلمي وهنيدي طبعا وكريم يعني في ناس كده أنت هتعدي عليهم طبعا مش هنختارها فنيا هنختارها يعني شخصية تحسوا ممكن ينفع معادل مهاجم الاثنين أولاد بلد يعني أنا ما ليش علاقة شخصية تجمعني بيهم ولكن الاثنين الواحد أما بيقعدوا بيسمحهم وبيشوفهم في التليفزيون في الأفلام بيدحكوك يعني ما صعب لازم نختار لازم خلاص اختار هنيدي يجي معنا هنيدي مركز المهاجة اخترنا الفناني الجميل محمد هنيدي هنشوف الفريق كله بس قبل ما نشوف الفريق كله عايزين نسألك لما بتبقى تتفرج على فيلم كوميدي للفناني الجميل محمد هنيدي تحب تفرج مع صحابك وناسك وكده اضع حبه با أتفرج لوحدك لا بنت اتفرج لوحدك ليه باقى توكقلوا لي لواحدك بتتحك لوحدك يعني ولا أتيركزوا كذرك انا اتمنى متعاود Ashrod تفرج لوحدك ماتك سأcher tyckerه لو انت بتتفرج فيلم كوميدي لمحمد هنيدي هتحب ت Desert لأ هن bert am7 67 أحمد هنيدي وحلم لا لا باقولك وساقا وكريم كلهم طبعا كلهم وميكي وميكي إذا تحفى برضو يعني لا في ناس كتير محمد رجب محمد رجب بحب محمد رجب جدا بحب شريف مونير جدا 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 طب احنا كان فيه مطربين وانت راجع كده وانت جايل لنا كده يعني وانت راكب العربية كنت بتسمعني عشان برضو نرضي يعني غير الفنانين فيه مطربين لا طبعا بس يعني بسمع لمحمد فؤاد محمد فؤاد وبسمع لعمر دياب لا دلوقتي النهاردة يعني الأغنية اللي موجودة محمد مونير كينج طبعا كينج محمد مونير يعني لا يعني ممكن انا من عشاء وقوي يعني اه طبعا كينج طبعا ما فيش فيش نزاع عليه تنزل ينزل السدي بتاع مشوار بقى محمد مونير الكبير ده وقته كده وتعودي وتعيش بقى معاها كده وتعيش مع الأغاني القديمة اللي تغنت اللي رجع غنها اللي كان بغنيها الأول أحمد مونيب وبعد كده عادها كينج هفهمها لا كينج هفهمها كينج تحية للكينج طبعا نشوف بقى الفريق كده اكتبت معانا الفريق كله مين ممكن تديله إشارة الكابتن إشارة الكابتن اه يعني من خلال الـ 11 لاعب اللي قدامي لا طبعا ندي الكابتنة لأستاذ حسين فهم أستاذ حسين فهمي طبعا طبعا مش هلاقي أحلى من الأستاذ حسين فهمي وإشارة الكابتن نختم بها حلقتنا النهاردة وأنا عايز أقولك أنك أنا مبسوطة جدا وسعيدة جدا أنك كنت معينا في أول حلقة في برنامج السجدة الحمرة ده شرف لينا طبعا وإنت شرفتني والحلقة عادت بصرع ما حتناش بيها وإنتمنى دايما أنك نكون كنا يعني سجدتنا الحمرة كانت خفيفة عليك كنت مبسوط معينا لا طبعا أنا اللي هي الشرف ومبسوط جدا أنك دعتوني أن أنا بقى معاكم في أول حلقة وأنا سعيد وإن شاء الله كده تبقى يعني يا رب تكون كانت حلقة كويسة كده ونبقى خفافة على الناس إن شاء الله يا رب